ورد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم طبعا القرارات صدرت الساعة 8 والان الساعة 11 و 46 دقيقة ما شفنا اي ردة فعل من الاندية او من اللاعبين ويعني معنات هذا الشيء اللي هو الرضاة بها القرارات طبعا القرارات صدرت بعد استفاء كل الاجراءات النظامية من قبل لجنة الاحتراف اللجنة المعنية بهذا الموضوع من خلال استدعاء جميع الاطراف اللاعبين ادارة المنتخب المدرب ويعني ما نقول التحقيق معهم ولكن جلسة استماع مع الجميع لان انا اشوف انها مهوب ذنب قدمه جلسة استماع لمعرفة وين كان الخطأ فيه القرارات الى الان اللي صدرت بما ان اللاعبة ما علقوا عليها والاداريين ما علقوا عليها وانديتهم فمعنات انها فيه قناعة تامة بها مع العلم انه الاتحاد السعودي ووزارة الرياضة واللجنة الولمبية من سنوات وهي تتيح المجال للجميع بالذهاب الى ابعد نقطة في التقاضي احنا عندنا بعد لجنة الاحتراف عندنا لجنة الاستناف بعد لجنة الاستناف عندنا مركز التحكيم فتدعمك الاتحاد السعودي والجمعية العمومية وتدعمك الى اخر مدى حرية التقاضي موجودة في الجانب الرياضي وبشكل كبير جدا ولكل من يرى نفسه انه مظلوم او لا يعجبه القرار يستطيع ان يذهب الى ما هو ابعد نقطة في التقاضي بالنسبة للقرارات اللي صدرت انا متأكد ان اكثر انسان حزين على هذه القرارات هو الاستاذ ياسر المسحل بصفة انهو رئيس مجلس دارة الاتحاد ويحزنه ان يكون في فترة رئاسته ان تخرج قرارات على لاعبين انه لان يا اليوم الاخ ياسر مثل اللعيبة مثل اخوانه الصغار او ابنائه فانت اليوم لما تقيم ابنك او تعاقب ابنك او تعاقب اخوك الصغير ليس للانتقام منه ولكن لتقويمه فهذه القرارات صدرت لللاعبين لتقويمهم وتقويم غيرهم وان الجميع يكون لديهم نفس يعني ان لا يقعون في نفس هذا الخطأ وهذا يعني انا متأكد اليوم ان اللعيبة استوعبوا الدرس اللعيبة سواء اللي كانوا في المنتخب من وقعت عليهم القرارات او اللعيبة الاخرين اللي نتمنى ان لا يقعوا في مثل هذه المواقف في قادم الايام يكون عندهم يعني نقدر نقول حماسة اكبر وفاء اكبر للمنتخب ولكرة القدم السعودية وهي تستحق صراحة هذا الشيء ولا نشكك في هذا الشيء اكيد ولكن انا لازلت اقول انه منتخبنا خاصة منتخبنا الاول في ظلها الدعم الحكومي يستحق تطوير اكبر في العمل الاداري ليس من خلال اشخاص انا ما اقول غيروا اشخاص ولكن تطوير العمل الاداري لعدم وقوع اي جوانب او اي ثغرات يستطيع يكون من خلالها مثل هذه الاخطاء فالاخير القرارات هذه تقويمية القرارات هذه ليست انتصار لاحد على احد الجميع اليوم يعني مرتاح انا متأكد انه الجميع اليوم شاف القرارات هذه اذا كان اللعيبة يرون ان لهم حق سيذهبون الى ما هو ابعد نتمنى التوفيق للجميع وان شاء الله انها تكون اخر القرارات التقويمية والتأديبية اللعبين بذن الله